تعرف حبائي واحد من القصص اللي لمست قلبي في يحنى إصحاح تسعة مولود أعمى المسيح تفل وصنع من التفل طين طلع عيني المولود أعمى وقال له اذهب اغتسل في بركة سلوان راح اغتسل ورجع بصير آمت الدنيا عليه أخيرا طردوا من المجمع في آية 35 فصحة تسعة بقول الكتاب فسامع يسوع أنهم أخرجوه خارجا فوجده وقال له أتؤمن ببن الله أتؤمن ببن الله أجاب ذاك وقال من هو يا سيد لأؤمن به فقال له يسوع قد رأيته والذي يتكلم معك هو هو عن بكرر الآية في الشعياء اللي بيتكلم فيها عن يهوى عن الله والذي يتكلم معك هو هو فقال المولود اللي فتحت عنيه فقال أومن يا سيد وسجد له ما اعتردش يسوع على السجود يسوع موضوع السجود على الأرض وفي السماء أيضا قال يسوع في يحنى عشرة أنا والآب واحد فتناول اليهود أيضا حجارة ليرجمه أجابهم يسوع أعمالا كثيرة حسنة أريتكم من عند أبي بسبب أي عمل منها ترجمونني أجابه اليهود قائلين لسنا نرجمك لأجل عمل حسن بل لأجل تجديف فإنك لاحظ الكلام فإنك وأنت إنسان تجعل نفسك إله المسيح بيكمل بيقول فالذي قدسه الآب وأرسله إلى العالم أتقولون له إنك تجدف لاحظ الكلام مرة تانية لأني قلت إني ابن الله فلاحظ هني قالوا له تجعل نفسك إلها وهون برجع بقول لأني قلت إني ابن الله بالنسبة لليهود فكر ابن الله يعني إله كان بيعتبروها تجديف زي لما أنزلوا الشخص المفلوج من السقف من السطح أمام يسوع قال له مغفورة لك خطيات قالوا أنه يتكلم بتجديف من يقدر أن يغفر الخطايا إلا الله وحده فعلم أفكار قلوبهم قال يسوع أيما أيسر أن يقال لهذا المريض مغفورة لك خطياتك أم أن يقال له قم احمل سريرك وامشي ولكن لكي تعلم أن ابن الإنسان سلطانا على الأرض لك أقول قم احمل سريرك وامشي فإذن غفران الخطي أثبت بالمعجز أن أقام هذا المفلوج أحبائي فإذن المسيح عم برد عليهم يعني طب شفت الأعمال الحسنة قالوا لأنك وأنت إنسان تجعل نفسك إله فبقول اللي قدس الآب وأرسل للعالم تقولون إنك تجدف لأني قلت إني ابن الله بكمل بقول إن كنت لست أعمل أعمال أبي فلا تؤمن به ولكن إن كنت أعمل فإن لم تؤمن به فآمن بالأعمال لكي تعرف وتؤمن برجع الأشياء 43 أن الآب فيه وأنا فيه بيتكلم عن الأعمال الإلهية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر